متابعة مستمرة ومراقبة للأسواق وضبط للمنتجات جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل الحفاظ على توفر السلع الاستراتيجية بأسعارها الحقيقية والوقوف حائلا أمام وقوع المواطنين عرضة لجشع بعض التجار التوجهات الرئاسية تأتي دائما لمواجهة محتكر السلع الغذائية ومحاربة الغلاء لرفع العبء عن كاهل المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميا التوجهات والتأكيدات الحكومية هي أيضا مستمرة حيث أكد وزير تموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مكونة من اتحاد الصناعات والتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عاد للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من عشر سلع إلى خمس عشرة سلعة استراتيجية وأساسية وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك تسعير إجباري إلا لسلعة الأرز فقط نفذت الدولة طرقا مختلفة ووسائل عديدة لمواجهة محتكر السلع الغذائية ومحاربة الغلاء حيث وجه المصلح بتشكيل لجان مشتركة من مدريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في جميع المحالة وخاصة في الأماكن التي تبعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة رئاسة وحكومة وأجهزة ومؤسسات تقوم كلها بجهود كبيرة لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عن كاهل المصريين كي لا يشعر المواطن بالضيق أمام الأزمات العالمية المتلاحقة من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ترجمة نانسي قنقر